هناك عالم كبير توركي مقيم بألمانيا منذ ستين سنة أو يزيد اسمه فؤاد سيزكين يحفظ هذا الاسم هذا الرجل تأهل حقيقة لجائزة نوبل ولم يحصل عليه لأنه ليس له ولاء للصوهيوني هذا معروف من ليس له ولاء للصوهيوني لا أخذ جائزة نوبل هذا معروف هذا الرجل من ستين سنة يشتغل مع فريق عمل فيه ألمان وفيه أتراك وفيه عرب في فرانكفورت في مؤسسة مستقلة الشغل شغل أن يفحص الكتب الأوروبية ويرجعها إلى أصلها المنكر رسميا اللي هو الأصل العرب وقد نجح اليوم في أن يصل إلى أكثر من مئة وخمسين ألف كتاب واستطاع هو وفريقه بعد ستين سنة أن يفحصوا أكثر من أربعين ألف منه واستطاع أن ينشر تعريفاً بأصولها العربية يزيد على خمسين وتلاتين ألف وقد قامت إحدى الجامعات السعودية جامعة الإمامة السعودية الإسلامية من زمان بتبني طباعة الأجزاء الأولى منه وما عندي منه منذ تلاتين سنة يزيد على عشر مجلدات ولم أتابع الموضوع اليوم ماذا يفعل؟ يأتي بالكتاب يأتي بالكتاب الأوروبي ثم يتتبع أصوله فيجد أنه في الأصل عملية ترجمة ماذا فعل المترجم؟ أزال اسم المؤلف العربي ووضع اسمه في البصريات في الطب في الفلك في الجراحة في التشريح في الزراعة في علوم البحار في الملاحة في الطقس في كل شيء وبهذا ربح الغرب شيئين أخذ كل علمنا ثم لما انتح له بنا به قوة نفسية لا يمكن أن تكون الذي يعيش وهو ينقل ولهذا أباحث لهم أخلاقهما لا تبيح لنا أخلاقنا من السرقة ومن الانتحاد ولذا عندما حاضرت في موضوع حركة الترجمة في أصل ماذا كشفت القواعد الآتية بعد الطول تعمق ودراسة مفصلة ثلاثة قواعد الترجمة الغربية في عشر النهضة القرن الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر الترجمة الغربية من إيطاليا إلى أمريكا لترجمة انتقائية انتحالية كتمانية انتقائية انتحالية كتمانية كيف انتقائية ناس عندهم بوصل حضاري قوي جدا لم يترجموا كتب عقيدتنا لم يترجموا كتب عدبنا لم يترجموا كتب الجوانب القيمية ترجموا التكنولوجيا المحضر علم ميكانيكا اللي كان يسمى عند المسلمين علم الحيل ترجموا الفيزياء الكيمياء الرياضيات الفلك الهندسة الطب التشريح الزراعة الملاحة صناعة السفون هذا اللي ترجموا انتقائية انتحالية بحيث شطبوا اسماء العلماء وكتبوا اسماءهم خصوة الذين لم يستهروا يعني رجل مثل ابن سينة او ابن رشد استهر خلاص صار اسمه افزان افيرويس صار رمز لكن اخرين غير معروفين سرقت وترجم كتمانية لما يضطرون ان يخرقوا الخط الاحمر ويدخلوا الى العلوم القيمية والانسانية يفعلون ذلك باكتمان شديد مثلا دخلوا الى الفقه الاسلامي استثناء فنقلوا المعاملات الاقتصادية اخذوا علم الادارة واخذوا بعض العناصر القيمية المحفزة لانضباط الاجتماعي والانتاج الاقتصادي لكنهم كتموا هذا وسأحكي لكم قصة واحدة عندنا عالم قانوني كبير في المغرب ما زال اليوم معروف اسمه الدكتور دريس الضحاق قد كان امينا عامل الحكومة برتبة وزير لمدة طويلة باعتبار امان عامل الحكومة يمكان صناعة القوانين هذا الرجل في الثمانينات ارسله الملك الحسن الثاني رحمه الله الى امريكا باعتبار اتقانه اللغة الانجليزية ليأخذ فرصة كاملة حتى ينفتح على القوانين الامريكي فيما يتعلق بالتجارة فذهب الى ولاية من الولايات ربطوه بالمسؤول عن التشريع جاءت به الى الارشيف اعطته المراجع وتركته يدرس رجعت بعد مدوجة قد وضع علامات على النصوص القانونية التي يريد ننقلها الى المغرب فقعدت تضحك فشك في نفسي قالت هذا كله فقه مالك مأخوذ من الفقه المالكي من عندكم من المغرب نابوليون ليعيد تنظيم الاسرة نظر في الفقه الاسلامي في تنظيم الاسرة عندما يصلون الى النقطة الحارجة خوف محاكم التفتيش خوف الضلامية ورفض رد الفعل خوف الانفضاح يكتب فهي ترجمة انتقائية انتحالية كتمان